مرحبا بكم في هذا الفيديو سوف نستمع لفيديو لستيفن كراشن وهو عالم لسانيات وباحث في مجال تعلم اللغات هذا الفيديو يوجد على اليوتيوب إذا أردتم مشاهدة الفيديو الأصلي وعنوانه هو ستيفن كراشن on language acquisition فلنبدأ في استماع هنا يقول بأنه يريد التحدث في هذا الخطاب وفي هذا الفيديو ما هو القضية الأهم في تعليم اللغة language education most important issue أهم قضية أهم سؤال كيف نكتسب اللغة acquire نكتسب وأريد أن أبدأ هذا الدسكاشن النقاش هذه المقدمة هذا التقديم مقصود بها يعني شجاع أو مقدام أو جسور مدهش مفاجئ هذا مقصود بأو تريد ستيتمنت تصريح يعني يريد أن يبدأ بتصريح مقدام جسور في رأيي نحن نتعلم جميع اللغة بنفس الطريقة سبب أن هذا شيء جسور لكي أقوله شيء مفاجئ في الحقيقة لا أجد كلمة لترجمة outrageous فأوتريجيس هو شيء startling يدهش وغريب يعني ليس شائعا وفي نفس الوقت هو جسور يعني هذا الكلام الذي يقوله غير شائع وجسور وغريب هذه الأيام في التعليم نحن نعيش في عصر الاختلافات الفردية individual variation نحن مهتمون جدا بكيف أن تلاميذنا مختلفون about how our students are different concerned تعني قاليق مهتم إلى ذلك وليس بكيف أن تلاميذنا وطلابنا متشابهون are the same متشابهون هم نفسه those who've been around in the field for a while remember all about 15-20 years ago people were very concerned about something called field-dependent learners and field-independent learners هؤلاء الذين those who've been around in the field يعني هؤلاء الذين كانوا في هذا المجال متأمين بهذا المجال in the field يعني في مجال تعلم for a while لمدة remember remember يتذكرون those who've been around in the field for a while remember all about يتذكرون قبل خمسة إلى عشرين سنة people were very concerned كان الناس مهتمون كثيرا ب 15-20 years ago people were very concerned about something called field-dependent learners هنا في field-dependent learners يقصد بهم متعلمين الذين ليس لديهم القدرة على تمييز بين التفاصيل بالمعلومات العامة في النص الذي يقرأونه على عكس field-independent learners dependent learners and field-independent learners you give people certain tests and one group gets this treatment one group gets the other you give people certain tests يعني تعطي بعض الناس تعطي الناس امتحانا معينا اختبارا معينا certain tests certain tests اختبار معينا and one group gets this treatment ومجموعة تحصل على معاملة مجموعة أخرى تحصل على معاملة أخرى one group gets the other طريقة مختلفة في التعامل مع الطلاب حسب هم group-dependent learners or group-independent learners you give people certain tests and one group gets this treatment one group gets the other years ago it was left side of the brain right side of the brain about fifteen years يعني وقبل خمسة خمسة عشر سنة من نظرية أو فرضية أخرى التي تقول بأن الناس مختلفون هناك الذين يعملون بالside left side of the brain يعني الجانب الأيصر من الدماغ right side of the brain الجانب الأيمن من الدماغ left side of the brain right side of the brain so people are left hemisphere thinkers بعض الناس يعتبرون left hemisphere fingers مفكرون بالنصف الأيصار some people are right hemisphere hemisphere يعني نصف الكرة هنا مقصد به نصف الدماغ وسكله كراوي يعني نصف الدماغ هو همسفير then about ten years ago وبعد عشر سنة وقبل عشر سنوات حوالي هنا about يعني حوالي cognitive style أسلوب معرفي cognitive style الأسلوب المعرفي لثقافة البيت تختلف differs differs تختلف عن الأسلوب المعرفي لثقافة المدرسة school culture cognitive style the cognitive style the home culture differs from the cognitive style of the school culture we have a clash etc we have a clash تصادم clash well each of the examples حسنا كل الأمثلة التي أعطيتها لكم ربما هي صحيحة هناك اختلاف فردي هناك اختلاف فردي وهناك القلل منه هناك مقدار لا بأس به من هذا الاختلاف هناك بعض الأشياء التي نقوم بها بنفس طريقة دعوني أعطيكم بعض الأمثلة الهضم كلنا نهضم الطعام بنفس الطريقة لا توجد أي اختلافات فردية مهمة كبيرة تضعوه في فمك عندما ينزل من حنجراتك الهضم في كل مكان الهضم في أي منطقة في العالم بنفس الطريقة النظام الرؤية الطريقة التي نرى بها الأشياء هي نفسها في كل مكان هناك تلك القلل من الحنجرات العقلية والذي يتحكم في الرؤية ليس أبداً شنب الدماغ ولا يتحكم أبداً في الرؤية في أي مكان في العالم البو هو الكوع الكوع لا يتحكم أبداً في الرؤية على كل نحن كلنا نكتسب لغة بنفس الطريقة وبدلاً من التحدث عن هذا الموضوع أريد أن أريكم أريد أن أخذ بعض دقائق وأن أعطيكم بعض نماذج تعليقات أستخدموا لغة أنا متأكد أنكم سمعتموها من قبل وربما بعضكم يتحدثوها ويمكنكم أن تخبروني من أو أي من هذه الدروس القصيرة تفضلون 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 هذا الدرس الأول تفضلون تفضلون هل تعتقدون أنني إذا استمرت في تحدثي مثل هذا ستتعلمون الألمانية بوضلون تفضلون تفضلون ليس من المحتمل بوضلون ماذا لو كررته هل سيساعد ذلك ربما لا ماذا لو قلت ذلك بصوت مرتفع هل سيساعدكم ماذا لو قلته وأن انكررتموه مرة أخرى لا أعتقد أن ذلك سيساعدكم ماذا لو كتبته لكم وتستطيعون رؤيته على شاشة التلفاز ذلك لنساعدكم كذلك ماذا لو كتبته وأنتم نصختموه ماذا لو قرأته عليكم وأزمحوت كل كلمة خامسة وأنتم تحاولون تخمين ما هي الكلمة الحق هي أنه لا أحد من هذه الأمور تساعد لا أحد من هذه الأشياء تعني أي شيء تفيد في أي شيء لا أحد من أو لا شيء أمين وأمل أنكم تستطيعون رؤية ذلك الآن هذا هو الطرس الثاني وفي هذا الطرس يجب أن تشاهدوني بعناية لكون لديك مهتموانا هذا هو عزيزي هذا هو عزيزي أفرحي كله يقول أفرحي ويقشوني إن كانت تشاهدين جيد هذا هو عزيزي أفرحي 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 دقيقة هي لتحصيل قصة جيدا قصة 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 يمكن شديه ふق agenda ouv ام ماد معا انه prophets احران نعم نعم إذا فهمت الطرس الثاني يعني هذا الطرس ليس جميع الكلمات لكن عدد منها يعني نسبة لا بأس بها فقط قمت بكل ما هو ضروري لتعليمك اللغة الألمانية والآن سوف أشارك معكم أهم شيء تعلمته بخصوص اللغة ربما السر المكتوم في هذا المجال نكتسب اللغة بطريقة واحدة وبطريقة واحدة فقط عندما نفهم الرسائل نسمي هذا ما تدخله لدماغك المحتوى الذي تقرأه المفهوم الذي يفهم نتعلم اللغة عندما نفهم ما يقوله الناس لنا ليس كيف يقولونه لكن ما يقولونه أو عندما نفهم ما نقرأه المحتوى المفهوم في رأيي هو الملجأ الأخير الملجأ الأخير لمهنة تعليم اللغة جربنا كل شيء آخر جربنا تعليم القواعد تمارين drills and exercises يعني تمارين drills هي تمارين computers but the only thing that seems to count is getting messages you understand لكن الشيء الوحيد الذي يبدو أنه يهم to count يعني يهم لديه فائدة لديه تأثير is getting messages you understand هي الرسائل التي تفهمها messages you understand comprehensible input comprehensible input Now one of the reasons lesson number two was better than lesson number one أحد أسباب التي تجعل الدرس الثاني أفضل من الدرس الأول is we have Mr. Spock to help us out هو أنه لدينا Mr. Spock ليساعدنا Mr. Spock هو ذلك الرسمة الذي رسمه So anything that helps make input comprehensible that helps make input comprehensible pictures pictures, knowledge of the world, realia, etc. helps language acquisition knowledge of the world, realia, etc. helps language acquisition إذن أي شيء يساعد على جعل المحتوى مفهوم الرسالة مفهومة مثل pictures, صور, knowledge of the world, معرفة عن العالم, realia, etc. يساعد في اكتساب اللغة if comprehensible input is true إذا كان الـ comprehensible input صحيحا يعني هذه الفراضية الصحيحة we call the input hypothesis is true other things follow from it أشياء أخرى تأتي بعد ذلك وتستتبع the very important corollary the input hypothesis is this النتيجة المهمة ل-input hypothesis يعني فراضية input المحتوى المفهوم وهذا قد يكون مفاجئاً لبعضكم حقاً فقد فاجأني أنا التحدد ليس ممارسة وتدرب talking is not practicing what does this mean? means if you want to prove your Spanish it will not help you to speak Spanish out loud in the car as you drive to work in the morning هذا يعني أنه إذا أردت تتحدث اللغة الإسبانية فلن يساعدك التحدد في سيارتك وأن تتقود إلى العمل it will not help you to go to the bathroom close the door and speak Spanish ولن يساعدك أن تدخل إلى الحمام وتغفل الباب وتتحدث مع المرآة I used to think those things help كنت أعتقد أن هذه الأمور تساعد now I think they don't والآن أعتقد أنها لا تساعد on the other hand if we were German class and we could hang together for a couple of weeks say now we're a day of German and I could keep the input light and lively as in the second example you'd start to acquire German وعلى العكس من أننا إذا كنا في قسم ونلتقي ساعة كل أسبوع وأجعل المحتوى مفهوماً وقصيراً كما في الميث الدرس الثاني you'd start to acquire German ستبدأ في تعلمي الألمانية it could come on its own يعني ستأتي بمفردها and eventually you'd start to talk وفي النهاية ستبدأ في التعلم your speaking ability would emerge gradually قدرتك على التحدث سوف تظهر بشكل تدريجي gradually الآن لدينا الكثير من الأدلة على أن هذا صحيح evidence أدلة والدليل يوجد في الأدبيات المهنية يعني في الكتوب والأبحاث المتعلقة بمهنة دريس اللغات in books in journal papers in books في الكتوب journal papers يعني أوراق بحثية أو أوراق مجلات بحثية and if you're an insomniac you're welcome to look at all that but rather than go through that أوكي شكرا لكم على المشاهدة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو إذا رأتتم أن تبحثوا عن الفيديو الأصلي يمكنكم كتابة عنوان هذا الفيديو وهو Stephen Krashen on Language Acquisition هذا هو عنوان كما سترون بعد اللحظة Stephen Krashen on Language Acquisition وسيخرج لكم الفيديو وستشاهدونه بشكل كامل هناك فيديوهات أخرى لـ Stephen Krashen على الأنترنت أتمنى أن تشاهدوها وأن تستفيدو منها شكرا لكم وإلى اللقاء